استعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الض سنقدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة ويعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسمى بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الض أظافر نظيفة نظرت ماما لأظافر سمسم فوجدتها طويلة أحضرت ماما المقصة وقصت أظافر سمسم قالت سمسم أظافر الآن نظيفة قالت ماما علينا أن نحافظ على نظافتنا دائما النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمله لوحة حرف الض وأن تعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من صور تحتوي في صوت اسمها على حرف الض وتنتقل إلى قراءة قصة حرف الض ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة حرف الض وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد القصة بلغتك الخاصة ستقوم هنا عزيز المفكر بالتعرف على كلمات جديدة تحتوي في صوت اسمها على حرف الض في أول ووسط وآخر الكلمة بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الض وتمييز صوت حرف الض اسم الحرف ض صوت الحرف وأيضا عليك نطق حرف الض مع المدود القصيرة ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الض مع المدود الطويلة ذا ذو ذي وأيضا عليك أن تقوم بتجريد حرف الض من الكلمات المعروضة أمامك في هذه الصفحة وأيضا أن تضع دائرة حول حرف الض في الكلمات المعروضة أيضا ككلمة نظيف نظيف حرف الض يوجد في وسط الكلمة ضبي حرف الض يوجد في بداية الكلمة فعليك أن تضع دائرة حول حرف الض وهكذا أما هنا عزيزي المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكون كلمة مثل المقاطع الآتية المقطع الأول ض الثاني ه والثالث رو عندما نجمعها سوية تصبح كلمة ظاهر وعليك أيضا أن تقوم بتحليل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ككلمة ضرف المقطع الأول ضر والثاني فو وأيضا عليك تهجئة وقراءة بعض الكلمات والجمال التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الض مثل كلمة منظار وجملة يحافظ أخي على نظافة أظافره وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الض هي مهمة مهارة الكتابة ستقوم بدورك بكتابة حرف الض منفصلا ومن ثم حرف الض مع المدود الطويلة الألف والواو واليا ولا تنسى أن تكتب كلمة نظيف هذا كل ما لدينا هذا الأسبوع في درس حرف الض وسيتم وقاتا